بشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوفير مسار للدوران يميناً عن الدوار ولي العهد إلى شارع الشيخ خليف بن سلمان ضمن إجراءات الحزمة التحسينية الثانية وذلك لتخفيف الازدحام المروري عند التقاطعات الحيوية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحام وتحسين سيابية الحركة في عدد من شوارع المملكة وضمن إجراءات الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحام المروري عند التقاطعات الحيوية بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوفير مسار للدوران يميناً عند دوار ولي العهد إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان مجمع 1204 جنوباً ويأتي هذا الإجراء التحسيني لتسهيل الحركة المرورية على شارع ولي العهد حيث سيتم إنشاء مسار عطاف على اليمين لنقل الحركة المرورية القادمة من جهة الغرب على شارع ولي العهد إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان جنوباً باتجاه الزلق وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسار حوالي 900 مركبة في الساعة حيث سيساهم المشروع بعد اكتماله في تحسين مستوى خدمة الدوار وتخفيف معدل التأخير على كامل التقاطع بمعدل 10% وفي ذات الوقت سيساهم في تسهيل سيابية حركة المرور على شارع ولي العهد من جهة مجمع 1204 وتقليل معدل التأخير وطابور المركبات لنسبة تصل إلى 25% من الوضع الحالي والجدير بالذكر أن عدد المركبات الحالية الذي يستخدم الطريق يبلغ حوالي 50 ألف مركبة يومياً في الاتجاهين يتم حالياً إنشاء مسار عطاف على جهة اليمين لنقل الحركة المرورية القارمة من جهة الغرب على شارع ولي العهد إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان جنوباً باتجاه الزلاق بطاقة استيعابية تبلغ 900 مركبة في الساعة سيصاهم هذا المشروع في تقليل الازدحام المروري على دوار ولي العهد بنسبة 10% وعلى شارع ولي العهد بالقرب من مجمع 1204 بنسبة 25% وسيخدم هذا المشروع بالدرجة الأولى أهالي مدينة حمد وأهالي قرية بوري المتجهين إلى الرفاع وإلى الزلاق هذا ويحظى قطاع النقل في المملكة دائماً بالمتابعة والاهتمام كونه يمس عصب الاقتصاد ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة التي يعتمد نجاحها على مدى توافر البنية الأساسية للطرق ولذلك فإن قطاع النقل يعد واحداً من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فعال في نهضة المملكة ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة أشمل وأضخم لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى ومن المتوقع أن تحدث هذه المشروعات نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والسكاني وكذلك الزيادة المضطردة في أعداد المركبات